أعلنت المستشفيات الحكومية عن خطة الابتعاث برنامج الزمال للعامين 2024-2025 التي تم وضعها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وصندوق العمل تمكين بهدف تدريب الأطباء البحرينيين في التخصصات الدقيقة في هذا الصدد أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن خطة الابتعاث تهدف إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال وضع خطة تدريب شاملة للأطباء حيث تسعى إلى رفع كفاءة الأطباء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع الطبي وقالت الجلاهمة أن هذه الخطة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين المجلس الأعلى للصحة وصندوق العمل تمكين وضمن المبادرات والبرامج الرامية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي والتي تستهدف تقديم الدعم لأكثر من 700 بحريني في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين عبر خمس مبادرات رئيسة وأوضحت الدكتورة الجلاهمان الخطة تشمل برامج تدريبية في مختلف التخصصات الطبية مثل التخدير وتقويب العظام وأمراض القلب والدم والكلة وطب العيون وغيرها من التخصصات